كان نفسي النهاردة بتبقى ليلا ألطف من كده بكتير لأ ما انت بتعملتش كده عشان تبقى بقى حسن ان انت هتضرب نمأ لا الله ايوة ايوة السمر حلوة داية ونتكلم في المطش عالي أهد لك للنادي الآلي ولسه لسه الآلي عنده ميدالية ينفس عليها يوم الجمعة بس ليه الآلي النهاردة خسر؟ سهل لك وكريم النادي الآلي النهاردة ضيع أسهل فرصة في تاريخ مشاركاته في كاس العلم للأندية والوصول للمباراة النهائية ده كان أسهل نصف نهائي النادي الآلي عدى به في أربع سنين متتالية واللي كان مزعى للناس شوية أن الجيل ده شوية اه مزعى للناس قوي أن تسعين في المية من القوامر الرئيسي ده هو اللي لعب أربع بطولات كاس العلم للأندية ولكن للأسف يا كريم نفس الأخطاء اللي كانت بتحصل هي هي نفس الأخطاء اللي قررت وزي ما اتكلمنا على موضوع الفرص السهل كلنا بنكلمة كريم في مباراة تحاد جدة نادي الآلي ضيع فرص كتيرة جدا شوط لأولاني صدت محمد شنياف شوط لأولاني كانت نقطة تحول لو كان الجندة دخل كنت هتلاقي سيناريو مشابه لسيناريو اللي حصل النهاردة عاوز وأنا بتكلم معاك نستعرض بعض الأرقام والتزديدات بتاعت النادي الآلي اللي توريك النادي الآلي قد إيه كان قريب أنه هو ممكن يكون بيعمل مباراة زي بناء التحاد جدة بالزبط في الوقت اللي أنت كلنا عارفين النادي الآلي هو المصنف رقم 3 في البطولة دي بعد طبعا مصنف الأول منشستر سيتي بطل أوروبا ومصنف التاني بيبقى طبيعي أنه بطل كوبا لبيرتادوروس والنادي الآلي كان المصنف الثالث أكيد أفضل من بطل آسيا وكيد أفضل من بطل صاحب الأرض اللي هو نادي التحاد السعودي وشفنا كوريا المباراة بتاعت النادي الآلي ولكن يا كريم ده إحنا اللي نتكلم عليه النادي الآلي دخل البطولة من غير فرود رئيسي أو من غير حد يعوض محمود كهرابا ولما مود استطرد المباراة اللي فاتت لقيت أنت القايمة النهاردة أن أنت بتضطر تلاعب واحد زي طهر محمد طهر أصلا ما بيلعبش وينج أساسي ما بيلعبش وينج رئيسي في النادي الآلي سواء على اليمين أو على الشمال بتنزله فرود لأن أنت ما عندكش حلول موجودة على دكة الاحتياط وما عندكش فرود لما نيجي نستعرض يا كريم الأرقام بتاعة مباراة النهاردة هتلاقي من النادي الآلي صات 20 تزديدة على المرمى وصادي يا كريم 14 تزديدة بس لفلومنينسي لما نيجي نبص على التزديدات اللي داخل التلت خشبات هتلاقي 6 تزديدات من النادي الآلي من 20 أوصاد 5 من فلومنينسي ولكن أنا عاوز أكلمك على التزديدات اللي كانت من بر خارج 13 خشبات والتزديدات اللي تعمل لها بلوك بص يا كريم التزديدات اللي خارج 13 خشبات 6 تزديدات اللي تعمل لها بلوك 8 كور تعمل لهم بلوك ده معناها أنه كان فيه سوق تصرف كبير جدا من لعبي النادي الآلي بالزبتك تعالوا بقى نشوف الصورة اللي بعدها أماكن تزديد النادي الآلي في المباراة هتشوف أن النادي الأهلي شايت من جوة منطقة الجزاء كور كتير جد على الشمال دي النادي الأهلي وعلى يمين ده في لومونينسي بص يا كريم كم التزديدات اللي شاطها النادي الأهلي عن ناحية الشمال بتاعة الجوة الثمانتاشر هتلاقي أن بالزبط من أصل 20 كورة 6 كور فرق فقط كان من خارج منطقة الجزاء وصاد 14 كورة شاطت من داخل منطقة الجزاء تعمل عليهم 8 بلوك فهنا يوضح لك أن قيمة الفرصة اللي مفروض تكون عند النادي الأهلي قيمة أعلى من كده كان في بعض الرعونة كان في بعض الدراع كان في حاجات لأ 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 لأن علش هختلف معاك أهو قد فكرة تماماً فكرة الرعونة أنا ما بشوفش الرعونة على فكس أنا بشوف لا أنا بشوف أنه النادي الأهلي ما عندوش كواليتي لعبين لترجم في المباريات اللي زي دي عشان بس أنا بس عايز الكلام يبقى واضح قلتو في الانترو أقرارتها تاني أكلمك بصراحة يعني تحديداً المهاجم تحديداً المهاجم بس موحسين الشهاد سنة هتليه فرص النهاردة قربة سنة هتليه فرص النهاردة كلهم لعيبة عظيمة مش ههو امش هي دلوقتي يقول لك يعني بانا هكتبول لعيبة عظيمة والنهاردة يقول لك لعيبة مش عظيمة طبعا بس انت لو بتيجي تلعب في المستوى ده انت محتاج لفل اعلى كمان اللي هو الليفل ايه اللي هو يعمى انت يعني تزود من امكانياتك بيروح بحماس بتركيز درجات زيادة يعمى بقى انت عندك عناصر تنفع تلعب في المستوى دوت وهجي لك يا احمد في الكسة دي انه انت بتلعب لوقتي في كاس العالم الانداية طموحات حضرتك وطموحات محمود وطموحاتي وطموحات كل الجميع المصري مش جميع النادي الاهلي بس انه الاهلي بقى ينافس على كاس العالم الانداية صح كده صحيح بس هي مش بالاحلام هو الطبيعي يميني اللي بيوصل لنهاء كاس العالم بطل اميك الجنوبية وبطل اوروبا طبعا عاوز بس احقب على حاجة بس برضو سنة اللي فاتت مباراة ريال مدريد والهلال السعودي ماش خلصت خمسة ثلاثة صح الهلال السعودي راح بالثلاث كور شوال ثلاث تزديدات جاب ثلاث أهداف كان موسو ماريجا وفي لعيب اسمه فيلسو تقريبا في أستر ملعب جاب هدفين وموسو ماريجا جاب جون والثلاث اللي جون دول كانوا جايين من انفراضات ماش واللي مزعى للناس ان اللعيبة مقصرتش وعملت إلا عليها ولكن انا بقولك على حيطة مش روهونة ولكن كان في بعض القرارات الفردية في بعض الحالات كان ممكن تفرق بشكل كبير زي يا كريم كورة كهربا في مباراة الاتحاد السعودي الزاوية كانت مفتوحة لي ولكن طلع امام عشور عشان يحرز الهدف ولكن في الاول في الاخر هارض لك لجمهير النادي الاهلي هنرجع شنائية العالم